مشوار الالف ميل بيبدأ بخطوة واليوم رح أبدأ بشرح أول حصة من مادة الرياضيات العلمية وإن شاء الله إني أفيد أكبر عدد ممكن من الطلاب بالمعلومات اللي رح أعطيكم إياها وتستفادوا كل يادكم خلونا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله هلا وسهلا فيكم كل يادكم بداية حابب أعرف عن نفسي أنا فهد التعمري وبدرس مادة الرياضيات للتوجيهة وإن شاء الله إني أقدر أفيد أكبر عدد ممكن من الطلاب هسا خلينا نتعرف شوي على مادة الرياضيات المستوى الثالث قبل ما نبلش فيها مادة الرياضيات المستوى الثالثة بتنقسم لثلاث وحد الوحدة الأولى اللي هي النهايات والوحدة الثانية اللي هي التفاضل والوحدة الثالثة تطبيقات التفاضل أسا أنا عملت لإلهم دوسيات حاليا إنتوا شايفينهم قدامكم وعلى الشاشة اللي حاب يخذهم بقدر يتواصل معي على الفيسبوك رح أحط الرابط تحت هذا الفيديو وبوعيدكم حبايا بينكم تشوفوا المادة كثير سهلة وممتعة على اللي بتبع معي أول بأول خلونا نبلش بأول درس من مادة الرياضيات اللي هو مفهوم النهاية شو يعني نهاية وأنا كيف بدي أحل النهاية طبعا في عندي أنا طرق لإيجاد النهايات أول طريقة منها هم خمس طرق أول طريقة منها اللي هي الرسم البياني طبعا أنا ما رح أقدر أفهم الرسم البياني إلا إذا قدرت أميز بين الحلقة وبين القفزة لازم أعرف شو وجه الاختلاف بينهم عندي هون رسمتين على اللوح قدامكم رح نوضح فيهم شو يعني حلقة وشو يعني قفزة أول رسمي عندي هون لاحظوا في عندي هون الاقتران في الرسم هاي هس في عندي الواحد هاي بحكي أنه أنا في عندها حلقة بحكي عن سينتو سايو واحد في عندي حلقة طب كيف عرفت أنه هاي اسمها حلقة في عندي تلاحظوا الاقتران قبلها بيكون متصل وبيكمل عندها وبدل طالع الاقتران لفوق يعني ما انقطع بيكون كلياته متصل مرة واحدة وفي عنده بالنص حلقة هاي عندي العدد اللي نازل عندها هاي منحكي عن يعني عند السينتو سايو واحد في عندي ايش حلقة طيب خلنا نشوف الرسم الثاني هاي اش يعني القفزة لاحظوا كان أنا في عندي اقتران منتصل انقطع عندي هون ونط لفوق هاي القفزة اللي نط فيها لفوق هذا الفراغ اللي تكون عندي هذا بحكي عنه قفزة بحكي انه الاقتران كان متصل بعدين انقطع وكمل طريقه لهناك هاي السباجي بحكي عن سينتو سايو اثنين في عندي قفزة هذا الفراغ كلياته اللي انتو شايفينه نحكي عنه قفزة كان الاقتران متصل زي هيك وبعدين انقطع صار عندي منحنيين منحنة قبل الاثنين ومنحنة بعد الاثنين نعيدهم حكينا الحلقة بيكون الاقتران قبلها متصل وبعدها بيظل مكمل متصل عند القفزة هون بيكون الاقتران متصل وبينقطع يا بيطلع لفوق يا بينزل لتحت وبيكمل المنحنة بيصير عندي منحنة ينفي هاي اسمها هاي اسمها قفزة وهاي اسمها حلقة طيب نشوف الرسمتين اللي عنا هون هس انتو بدي تجابوني هاي الرسمة هذا الاقتران نحكي عنه في عنده حلقة ولا في عنده قفزة صحيح صحيح اللي هون اللي في عنده قفزة مش حلقة ليش؟ لان الاقتران كان متصل ما انقطع حكي ان يا بينزل تحت ويا بيطلع لفوق هو أوه يون يزل لتحت وكمل فبنحكي عنده سين تساوي 4 في عندها ایش؟ قفزة طيب عند الرسم اللي هون هاي عند السين تساوي 3 نحكي عنها عنده حلقة ولا قفزة اكيد حلقة لان الاقتران كان متصل ووصل عندنا الحلقة وظلوا مكمل متصل مع انقطع ولا صار في اشي طيب هسا بما لنا سرنا نعرف نفرق بين الحلقة وبين القفزة خلينا نروح هسا نفهم شو يعني نهاية وكيف بدي أحل النهاية الآن بدنا نفهم شو يعني النهاية من خلال الرسم اللي عنا هون أمامنا هسا لاحظوا هذا الواحد اللي أنا عندي هون بقدر أقرب عليه من جهتين بقدر أقرب عند الواحد من جهة اليمين وبقدر أقرب عليه من وين من جهة اليسار يعني لو أنا أخدت نقطة هون على يمين الاثنين لو أخدت نقطة هون وطلعت فيها لحتى أضرب بالاقتران ضرب معاي الاقتران هون تمام هسا وين رح ييجي الاقتران يعني وين رح يكمل عند الاقتران هون رح يكون قريب من الاثنين رح يكون الاقتران هون شو ما له قريب من الاثنين وبرضه قريب من الحلقة طب لو أخذت نقطة أقرب كمان شوي من الواحد هون بظلني طالع لحتى أضرب في الاقتران لاحظوا هون كل مالها إيش بتعمل بتقرب من الحلقة وطالما هي بتقرب من الحلقة وشوف من وين رح تقرب رح تقرب من عند الاتنين طب لو أخذت كمان نقطة أقرب شوي من الواحد لاحظوا أنا ما بلمس الواحد لكن بكون قريب منه كثير بظلني طالع برضو هون عند الحلقة وبيكون قريب من عند الاتنين تمام هس هذا الحكي كلياته انا كيف بدي امثله بالرموز لما احكي انه العدد بيقرب من عند الواحد والصورة تبعته بتقرب من عند الاتنين هاي من نسلميها بالنهايات نرمزلها بالرمز نهى نهى يعني نهاية اختصار لنهاية فبنحكي انه نهاية الاقتران هاد قاف السين لما سين تقترب من الواحد من جهة اليمين من جهة اليمين يعني منحط لها اشارة زائد على يمين العدد هون بنحكي نهاية الاقتران لما سين تقترب من واحد من جهة اليمين يعني انا كل ما اقرب من الواحد من جهة اليمين الاقتران وين رح يقرب رح يقرب عندي عند اتنين فبحكي انه هاي كلاتها شو تساوي اتنين طب لو اخذنا نشوف نجرب من جهة اليسار لو اخذنا عدد على يسار الواحد بشوي نطلع نطلع فيه برضه هون رح يكون قريب عندي من ايش لاتنين لو اخذنا نقطة اقرب كمان شوي من الواحد من جهة اليسار لكن ما بلمس الواحد بظلني طالع فيها لفوق لحتى اقرب من الحلقة وبتقرب معي هون من وين من الاتنين فهون نفس الاشي بنحكي انه النهاية للاقتران لما سين تقترب من الواحد من جهة اليسار يعني انا كلما بقرب على الواحد من جهة اليسار عندي الصورة تبعته رح تقرب من وين من الاتنين فبحكي هون تساوي اتنين هسا شباب هاي الجملة بدي اياكوا تحفظوها حفظ لما احكي انه نهاية لعدد من جهة اليمين تساوي رقم وهنا نهاية اقتران من جهة اليسار لنفس العدد وتكون متساوية باجي بحكي له اذا النهاية للاقتران هذا الكلية لما سين تقترب من الواحد شو تساوي اتنين يعني هاي الكلية بتشمل عندي جهة من اليمين ومن اليسار بحكي اذا النهاية من اليمين والنهاية من اليسار كانوا متساويين بحكي عن النهاية الكلية شو ما لها بتكون متساوية وهيك احنا شرحنا شوي عن النهايات كيف مفهوم النهاية خلينا نشوف هاسا كيف بالامثلة طيب شباب ركزوا معي هون هذا مثال واحد اللي بالكتاب لاحظوا هون اعطيك الرسمي هاي طبعا انتم بالوزارة ما بترسمي شي كل شي بجيك مرسم وجاهز بحكي لك جد نهاية الاقتران عندما سين تقترب من جهة من الاتنين طيب لاحظوا عندي هون هس انا عشان احسب النهاية الكلية عند الاثنين لازم اول اشي اشوف النهاية من اليمين عند الاثنين هل هي موجودة واشوف النهاية من اليسار هل هي موجودة او لا واشوف اذا متساويات اذا كانوا متساويات بحكي عن النهاية عند الاثنين موجودة اذا مش متساويات بحكي عنهم غير موجودة خلينا اول اشي نشوف النهاية من عند الاثنين من جهة اليمين لاحظوا هون باخذ عدد على يمين الاثنين بشوي هون قريب منه كثير وبظلني طالع فيها لحتى أضرب في الاقتران لاحظوا هون أنا ضربت في الاقتران هسه بمشي مع السهم بمشي مع السهم باتجاه النقطة المطلوبة اللي هو طلب مني أحسبها عندها طلب مني أحسب عند الاثنين معناه أنته رح أرجع بالسهم عند الاثنين وقفت معاي هون هسه الحلقة هاي اللي هون بحكي بأخذ دايما العدد اللي قبالها بالظبط شو العدد اللي قبالها اللي هو الخمسة فباجي بحكي النهاية هون نهاية الاقتران لما سين تقترب من الاثنين من جهة اليمين كم دلعت معنا خمسة يعني هاي الخمسة لو بدي أعطيها اسم أو تعريف شو بتكون هاي بتكون ارتفاع قاف على محور الصادات هذا محور الصادات هذا محور الصنات بحكي انه هاي الخمسة ارتفاع قاف على محور الصاد من يمين الاثنين على ايش على يمين الاثنين هاي بنحكي عنها ارتفاع قاف على محور صاد من يمين لاثنين تمام طيب هسا بدنا نشوف النهاية لليسار بدنا نحسب نهاية الاقتران لما سين تقترب من الاثنين من جهة اليسار كم تساوي لاحظوا هسا باخذ عدد على يسار لاثنين بالزبط هيك باخذه بشوي وبطلع فيه لحتى عدده في الاقتران طيب ضرب معايا الاقتران هون هسا برجع فيه بالسهم عند النقطة اللي هو طلبها احسب عندها طلب انا احسب عند الاثنين معاكم رح ارجع بالسهم لعند الاثنين هون هسا بسأل حالي هاي النقطة كم ارتفاعها يعني شو العدد اللي مقابلها بالزبط اللي هو الصفر فبحكي انه نهاية الاقتران عند الاثنين من اليسار شو تساوي صفر هسا لاحظوا النهاية من اليمين طلعت خمسة والنهاية من اليسار طلعت صفر ما طلعوا متساويات بحكي له إذن النهاية الكلية شو مالها غير موجودة بحكي عن النهاية الكلية إنها إيش غير موجودة تمام هس شباب بدي تركزوا معاي هون شوي هاي إحنا عرفنا شرحنا يعني بداية الفيديو إنه هاي اسمها قفزة ليش إنه انقطع الاقتران كان متصل فانقطع صار عندي منحنين منحنة قبل اثنين ومنحنة بعد اثنين هس هاي القفزة بالقفزة هاي هل النهاية اللي أنا طلعت معاي هل هي موجودة ولا غير موجودة لاحظوا طلعت اليمين عدد واليسار طلعت عدد مختلف معانتوا النهاية كاملة شو طلعت غير موجودة فبدياكوا تكتبوا هاي الملاحظة عنكم اكتبوها شباب خلينا ما ابتبهوها بنحكي إنه القفزات تمنع وجود النهاية دايما شباب القفزة شو بتعمل بتمنع وجود النهاية الكلية تمنع وجود النهاية الكلية طبعا لازم اكتب الكلية ليش؟ لانه طلعوا النهاية من اليمين ما منعتها النهاية من اليمين موجودة هيها خمسة والنهاية من اليسار شمالها برضو موجودة تساوي صفر لكن النهاية الكلية شمالها طلعت معانا غير موجودة فدائما عند القفزات بنحكي النهاية الكلية بتكون غير موجودة عندنا مثال اثنين بالكتاب مثال اثنين معطيني هون رسمة هذا الاقتران قاف السين وبالكتاب مكتوب قاف السين بس نفس الاشي مسميات اللي بتختلف هون عنا بحكي لك احسب نهاية قاف السين لما سين تقترب من الصفر من جهة اليمين اول واحد طلب مني احسب نهاية الاقتران لما يقترب من الصفر من جهة اليمين لاحظوا هون هاي اليمين حكينا باخد عدد على يمين الصفر اللي انا بدي احسب النهاية عنده فبطلع او بنزله حتى اضرب في الاقتران اللي عندي موجود او المنحنة هاي ضرب معاي هون وين العدد المقابله هايه اللي هو الواحد فبحكي نهاية الصفر من اليمين شو تساوي واحد طيب نشوف نهاية الصفر من اليسار لاحظوا هاي الصفر باخد عدد على يسار الصفر بطلع فوق أو بنزل لا تحت حتى أضرب في الاقتران ضربت معي وين عندي سالب واحد نهاية من اليمين طلعت واحد من اليسار سالب واحد باجي شو بحكي هون أنه النهاية للاقتران كامل لما سين تقترب من الصفر الكلية شو بتساوي غير موجودة بحكي عن النهاية الكلياة هيش غير موجودة ليش لأنه من اليمين ما ساوت الجهة من اليسار فباجي بحكي أنه النهاية الكاملة غير موجودة وطبعا لو طالب يعني ذكي وزي السامعين بقدر يعرف من البداية انه ايش انها النهاية غير موجودة ليش لانه في عندك قفزة عند الصفر لاحظوا هون كان عندك اقتران مكمل قطع هون قفز لفوق وصار عندك منحنة ثاني فصار عندك منحنيان عند الصفر فبديجي دايما تحكي عند القفزة بتكون النهاية الكلية شو ما لها غير موجودة طب نشوف النهاية عندي السالب اثنين لاحظوا هاي السالب اثنين السالب اثنين في عندها حلقة مش قفزة عندها حلقة مش قفزة لاحظوا السالب اثنين هون لو انا بدي احسب لها النهاية من اليمين كم رح تطلع باخذ عدد على يمينها بشوي بنزل حتى اضرب في الاقتران برجع عند النقطة اللي هو طلب مني احسبها عندها اللي هي كم السالب اثنين برجع عند السالب اثنين بحكي هي كم ارتفاعها صفر اذا النهاية للسالب اثنين من جهة اليمين طلعت صفر. طيب نشوف نهاية السالبة اثنين من جهة اليسار. باخد عدد على يسار السالبة اثنين بالزبط. بنزل فيه شوي لحتى نضرب بالاقتران. لاحظه. هس هون بدي ارجع عند النقطة المطلوبة اللي انا بدي احسب. عندها برضو كاميرتي فاحها صفر. برضو هون النهاية عند السالبة اثنين طلعت ايش? صفر. هسه بما انه النهاية من اليمين تساوي صفر. والنهاية من اليمين تساوي صفر. بقدر احكيلو انه النهاية لقى في السين. لما سين تقترب من السالبة اثنين الكلية شو تساوي صفر. اذا موجودة وكم تساوي صفر. اذا لاحظوا. عند السالبة اثنين ايش في عندنا هون? حلقة. عند الصفر في عندنا قفزة. حكينا القفزة تلعت دائما تبقى غير موجودة. لكن الحلقة هون عند السالبة اثنين شو تلعت عندنا النهاية موجودة. هايها. طلعت النهاية تساوي صفر. ان اليمين ساوت الجهة من اليسار. فاكتبوا هاي الشباب اكتبوا هاي المعلومة عندكم سجلوها. بتحكوا دائما انه الحلقات لا تمنع وجود النهاية. الحلقات لا تمنع وجود النهاية. تمام? يعني دائما النهاية عند الحلقة بتكون ايش ما لها موجودة. هين حسبناها تلعت موجودة. وهي بتكون دائما. هاي سجلوها عندكم. الآن نشوف نشوف مثال ثلاثة الموجودة هنا في الكتاب. معطيني الرسمي هاي. بيحكي لك السؤال. جد نهاية قوف السين لما سين تقترب من الصفر. هس عشان اجيب النهاية من عند الصفر. لازم احسب لها النهاية من اليمين والنهاية من اليسار. اشوفهم اذا متساويين او لا. خلينا ناخد عدد على يسار الصفر. هون مثلا. نطلع لحاتة نضرب في الاقتران. ضرب معي الاقتران هون. برجع عند النقطة اللي هو طالبها. وين طلب احسب عندها? عند الصفر هنا. فباجي بحكي لهون الارتفاع الصفر هده كم? صفر. ضلت مكانها. فهونا بحكي انه نهاية الاقتران لما سين تقترب من الصفر من جهة اليسار. شو تساوي? صفر. طيب خلينا نحسب هسا جهة من اليمين. نهاية قاف السين لما سين تقترب من الصفر من جهة اليمين. شو تساوي? لاحظوا هون. بدي اخذ عدد على يمين الصفر هون. بدي اطلع او انزل لحتى اضرب في الاقتران. بس لاحظوا هون. لو انا ظلتني طالع او ظلتني نازل ما في عندي ولا اقتران اني اضرب في. يعني الاقتران الرسمة كلها جاي بس عند الربع الثاني هون. هون عندي الواحد عيمين الصفر. ما في عندي ولا رسمة يعني. هون ما في اقتران اني اضرب في. فشو باجي بحكي هون على الصفر. النهاية اللي عند الصفر من جهة اليمين. شو بحكي عنها? غير موجودة. اذا بما انه من اليسار طلعت صفر. والنهاية من اليمين طلعت غير موجودة. معناته النهاية الكلية لالهم شو رح تكون غير موجودة. بالزبط. لانهم ايش? غير متساويين. فنهاية من اليسار طلعت صفر. ومن اليمين صفر. معناته النهاية الكلية شو رح تكون غير موجودة. هسا هاي الصفر جاي عندي طرف. يعني جاي على الطرف اخر اشي. يعني في الشي بعد هون كمان رسمة لا. هي بس رسمة واحدة هون. وهاي الصفر جاي على الطرف اخر واحدة. هاي الصفر ايش بنسميها? طرف. اللي ما في عيمينها او يصارها تكملة للرسمة. هاي بنسميها طرف. هسا لاحظوا هون. الصفر هاي بما انها الطرف. شو طلعت النهاية الكلية عندها? طلعت النهاية الكلية عندها غير موجودة. فهون رح نستنتج كمان قاعدة شراب اكتبوها عندكم. انه ال الاطراف. الاطراف تمنع وجود النهاية الكلية. هاي زي تعريف مين بالزبط. زي القفزة. هي والقفزة بنحكي عن القفزة والاطراف انها ايش? تمنع وجود النهاية الكلية. هذول الثنتين اذا اجوا بالسؤال بنحكي انهم بيمنعوا وجود النهاية الكلية. تمام لهون? هاي نمشينا على مهل. طبعا شباب الرياضيات بالنسبة للطالب الذكي هي عبارة عن ثلاث شغلات رئيسية. الاولى اللي هي الدقة. والثانية اللي هي المعلومة. والثالثة اللي هي السرعة. هسا المعلومة بتخذها من المعلم وبتطبقها. الدقة والسرعة بيجو من كثرة ممارسة تحل الاسئلة. قد ما بتحل الاسئلة كثير قد ما بتصير سريع ودقيق بالحل. خذونا تشوف اللي لنا السؤال اللي هون. لو السؤال واحد بقى سلت الدرس. ماعطيك السؤال الرسمي هاي بيحكلك جد نهاية الاقتران لما سين تقترب من الستة من اليمين والستة من اليسار نشوف هاي عند الستة ناخد عدد على يمين الستة بشوي ونطلع فيه لفوق ضرب معاي هون برجع عند النقطة المطلوبة اللي هي الستة هون على مستوى الستة باخد العدد اللي يقبالها بالزبط على محور الصادات اللي هي كم طلعت سبعة بنحكي النهاية من اليمين طلعت سبعة والنهاية من اليسار للستة ناخد عدد على يسار الستة بشوي ونطلع فيه لحتى نضرب في الاقتران ونرجع عنده مستوى الستة كلعدد مقابله هي بالظبط هي الاثنين فلاحظو هنا النهاية من اليمين هم بلدها تساوي النهاية من اليسار بالنهاية الامر ما نحكي عنها الكلية غير موجودة ربما نج洗 اكمل على الثالثها من عنده الثالثة ف joking من الثالثة موجودة نظم الصلون 2 وجود من اليمين والريسار ثدي السالب 2 بدي اخذ اعمل البعض طالع ضربة معي هون بظلني رايح فيها على مستوى السالب الثنين النقطة اللي أنا بدي إياها العدد المقابل إلها على محور الصادات اللي هو تسعة فبحكي النهاية عنده من اليمين تساوي تسعة تشوف النهاية من اليسار عند السالب الثنين هاي السالب الثنين من اليسار من ضلطة العين ضربت معي هون برجع عند مستوى السالب الثنين شو العدد المقابلها بالزبط اللي هو الاثنين لاحظوا نفس الإشي النهاية من السالب الثنين من اليمين ومن اليسار غير متساوية باجي بحكي إذن النهاية الكلية بتطلع عندها إيش غير موجودة وكمان لأنه في عندها قفز هس نشوف صورة السالب ثمانية لو طلب مني السؤال صورة السالب ثمانية كم؟ هاي السالب ثمانية بدي أطول الصورة لإلها لاحظوا بظلني ما نازل بخط عمودي لا بروح لا يمين ولا بروح يسار بظلني نازل خط عمودي من عند النقطة اللي هو طلبها السالب ثمانية بظلني نازل في عندي النقطة هاي هاي الحلقة وهمية يعني مفتوحة النقطة هاي ما بوقف عندها بظلني نازل لحتى أوصل عند النقطة المغلقة بعيد عند النقطة اللي هو طلبها السالب ثمانية بنزل عندها خط عمودي طبعا بطنش الحلقة هاي هاي بنسميها حلقة وهمية لأنها مفتوحة إحنا بدنا الحلقة المسكرة هاي بأخذ عدد اللي قبالها بالزبط اللي هو السالب عشرة كمام؟ وبنهي بهذا السؤال الفيديو وإن شاء الله بالفيديو جاي رح أسرح سؤال اثنين وسؤال ثلاث من أسلت الدرس والله يوفقني ويوفقكم جميعا اشتركوا في القناة